اهلا بحضرتكم متابعي منصات مصراوي المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي ولايف رياضي جديد عن اخر المستجدات الرياضية لكن اصابة محمد الشناوي بتفرض من نفسها علشان نتكلم عن النادي الاهلي النادي كبيرة جدا هل هنجيب بديل الشناوي هل مش هنجيب طيب هنجيب مين طيب مين اللي جاهز هقول لكم اللي بيحصل في النادي الاهلي اللي بيحصل في النادي الاهلي الوقتي كالقاتي مشيلي ينكن مدرب حراس المرمى قال لهم ايه قال لهم انا مش عايز حارس سبولي مصطفى شبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف وانا هاكمل بيوم الموسم وهعمل معهم احلى 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 موسم طبعا ده طبعا كل الكلام ده بعد ما ما تأكدت الانباء بان محمد الشناوي سيغيق الموسم بتاعه انتهى في النادي الاهلي بكل بساطة ان الشناوي لو حصل يتدخل جراحي مش اقل من اربع او خمس شهور غياب ده ده رودا سليم اللعم المغربي اللي اصف في التركوة في عامة التركوة بعد عن الاهلي تلت شهور ولسه في حالة التأهيل مبالكم بقى بخلع في الكتفة هيستلزم تدخل جراحي وهيستلزم عملية كبيرة وبعدها تأهيل وعايز اقول لكم ان اصابة خلع في الكتف دي كان تعرض لها احمد شبير سنة ستة وتسسيين فقدام ماتش المريكي بورسعيدي وهي اللي بطلت شبير كرة القدم بعدها شبير رجع وكان احتياطه لسام الحضري واعتزل كرة القدم. طيب الاهل هيعمل ايه في موضوع اه الاهل هيعمل ايه في موضوع اه محمد الشناوي ومين هو البديل. مش اللي ينقل قال لهم انا مش عايز اه حد سبولي اه التلات حراسي الحاليين هم اللي هشتغل بيهم ومش عايز اي حد في الناد الاهلي وخلي الامور تبشي بالشكل اللي هي ماشية بيه لكن لجنة التخطيط بالناد الاهلي قالت لأ افرق بقى ده احنا الجمهور كالو الشنا لما لما محمد عبد المنع عمرجع القرى لمصطفى شبير دخلت فيه جوم في مواتش يزد بنهاء اه السوبر المصري الجمهور كالو الشنا ببالك بقى ده لو حصل في افريقيا هيتقال لك انتو الاهل اللي استرخص والاهل اللي ما عرضوش يصرف والاهل اللي ما حبش يجيب حارس والاهل بيجمل احمد شبير والاهل مش عارف ايه كل ده هيتقال فلجنة التخطيط في الناد الاهلي قالت ايه قالت لك لأ احنا احنا عايزين نجيب حارس طب النهاردة لقى خمس ايام على قبل القيد هل الناد الاهلي سيتراجع عن رفض مد القيد للتمنتاشر يوم اللي هم المدة القانونية للاتحاد الدولي عمل مدة قانونية عمل مدة قانونية للقيد تاخدهم اه في في الصيف تاخدهم في الشيطة تقسمهم على فتاتين ده كما يتراء لكل اتحاد فلسه مصر ليها تمنتاشر يوم هل الاهلي من الممكن بعد ما كان رافض بشدة مد القيد واعتباره ان هو مجملة للزمالك عشان قطر تعمل صفقات بعد رافع القيد هل الاهلي هيوافق على مد القيد دلوقتي ونظرته تختلف على ما يجيب حارس تبمين هم الحراس البديل خلينا اقول لحظكم معلومات مؤكدة من داخل اقدارة مد الاهلي قولر المدير الفني لناد الاهلي طالب النهاردة بشكل رسمي التعاقب مع حارس جديد في الانتقالات الشتوية بعد اصابة محمد الشناو بخلع في الكتف وابلغ الاسطورة كافتن محمود الخطيبي النهاردة بهذا الكلام المبارح بالليل كان فيه جلسة ما بين كولر ومشي ليانكو مش ليانكو اروجت نظره لكن كولر هو رئيس الجهاز واللي هيقول عليه كولر هو اللي هيمشي طب الاهلي هيجيب مين مين الحراس اللي انت شافينهم في الدورة المصري الاهلي ينفع يجيبهم وينفع يستفيد بهم. الاختراح الاول هو محمد ابو جبل. محمد ابو جبل كان قبضي قبل كده مرونة شديدة ان هو ايه جناد الاهلي وزملاء نفيال لقورة تواصله مع المصادر المقربة منه قال لهم ما عندش ازمة ويا ريتها جناد الاهلي دي امنيت حياتي لكن البنك الاهلي بيتمسك بابو جبل تمسك شديد ومش عايز يسيبه وسيغالي في طلباته المادية. طب ايه الاختيار التاني عند النادي الاهلي? الاختيار التاني استغلال العلاقة الجيدة. ما بين النادي الاهلي وادارة نادي زد ونجيب اخونا علي نطفي اعارة لحد اخر الموسم. عارس بتاع الاهلي. اللي الاهلي كان يدال مين? لزد. بهم برضو مش اللي نكون عارفه وعارف مستواه ووقف على ابعاده ووقف على تفاصيله والقصة هتبقى ماشي معاه مية مية. وفيه حد اقترح ان الاهلي يجيب محمد بسام من طلاقع الجيش. طيب محمد بسام اه استغلوا عنه محمد بسام ده في كل سنة كم بنترح اسم الوقع رايح الاهلي يا رايح الزمالك. المعلومة المؤكدة الوحيدة في هذا الامر بان مارس الكولر المدير الفني للنادي الاهلي. رفض بشكل قاطع عدم التعاقب مع حارس مرمى في المركاتو الشتوي. وقال لازم نجيب لعيب جديد في المركاتو الشتوي. مش هينفع نقضيها بالتلت حراس اللي هم واحد فيهم بلعب منتخب شباب والتاني اولمبي والتلت لسه متصعب من منتخب اولمبي. انا عايز حد كبير. حارس كبير. يبقى موجود في النادي الاهلي. لو رجعنا للعنوين اللي كانت بنا حضرتكم امام عشور. امام عشور انهالت العروض drilled العربية على النادي الاهلي من خلال الوكلاء. امام عشور جالوا عرض قطري مغري. بمبلغ مغري. للاستعارة او البيع من النادي الاهلي. الا ان النادي الاهلي افل الكلام على اي حد بيتكلم وقال ان امام ليس للبيع. امام ليس للبيع. امام مكمل مع النادي الاهلي وغير ما تروح بيعه او اعارته في الفترة القادمة اه انا خاتب لكم برضو في عنوان ان في صفقة جديدة الاهلي هيجبه او الاهلي بتكلم فيها مين هو مصطفى اشرف اللاعب المصري الذي يلعب في الدور الالماني الاهلي طبعا ما عندوش دولارات يجيب لعيب يدفع لاندي الالماني فلوس بالدولار فالاهلي اقترح النهاردة ان يتم الحصول على خدمات اللاعب اعارة بنية البيع اعارة ستة شهور بنية البيع لما نشوف في الصف اللي جاي ربنا هيعمل ايه مع الاهلي وربنا هيعمل ايه في قزمة الدولار الموجودة في مصر لكن ادارة الالماني رضت عن النادي الوقت لهم عايزين مصطفى يا بيع يا ما تتكلموش معنا في اعارة خالص طبعا العروض لديانج الجديدة مرة اخرى وهو بيلعب هناك مع منتخب مالي حتى بيلعب النهاردة اساسي في مباراة منتخب المالي اللي بتتلعب دلوقتي مع ناميبيا وفي اطار المجموعة الخمسة كان فيه جلسة ما بين محمد صلاح وزملائه قبل ما يمشي ويغادر طبعا في ناس كتير بعتها تسألنا تقولنا انتو زعلانين من محمد صلاح ومزعلانين من محمد الشناوي بص انا هقول لكم رأيي الشخصي في قزمة صلاح والشناوي محمد صلاح اصيب اصابة عضلية مش محتاجة اجهزة كبيرة عشان التأهيل لها دي شوية التراثوليك بتعمله شوية تأهيل وشوية تلج وتمرين استشفائية علم العضلة تستليحة علم العضلة تستليحة لكن الشناوي عايز تدخل جراحي عايز تدخل جراحي فقعدته في كدفار ملهاش لازمة الفرق التاني ان محمد صلاح ما كانش فيه مكشفة في اول الموضوع محمد صلاح لو تم صدر قرار او تصريح بالاول ان اصابته عضلية او كده في العضلة وان هو اصابته تخب من اربع اسابيع لست اسابيع ومش ينفع يكمل وخد الابور فيها مكشفة لكن اللي عمل اذبه في موضوع محمد صلاح واللي خلى الجمهور يشعر بان محمد صلاح هو من يدير الملف بان الاخبار خرجت من النادي الانجليزي نادي ليفربول وعلى لسان المدير كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الانجليزي طبعا شتان ما بين موضوع محمد الشناوي وما بين محمد صلاح والجمهور قادر على الفرز ما بين الموقفين وننزع لنا محمد صلاح وفي ناس عندها حق ومحمد صلاح نفسه معتدل ان هو ما يردش فربنا يكرم المنتخب عشان خاطر كل امور اللي حنص لديت يتم حلها الحاجة الاخيرة وهو خلاص كده النهاردة المجموعة الخمسة والستة الماتشاط الان دلوقتي ما بين تونس وجنوب افريقيا وما بين مالي وناميبيا في المجموعة الخمسة والمجموعة الستة اللي احنا هنقابل حد منها طبعا مجموعة الستة فيها المغرب وفيها كونغ وفيها زنبيا وفيها تنزانيا اي حد فيه ممكن يطلع تاني ممكن نقابله يعني المغرب ورده تطلع تاني يا رب يبعد المغرب عن مصرنا لكن اقول له حضورتكم خلاص ان الشكل الامورة تمشي ازاي يوم ان شاء الله مصر وارد في دور الستة شر تواجه الكونغو الديمقراطية طبعا ده هتلعبه على استاد يبلع خمسمائة كيلو يبلع خمسمائة كيلو متر عن العاصمة ابيت جان لكن لو صعدنا لدور التمانية هنرجع ابيت جان تاني يعني هنموك هنقابل الكونغو ان شاء الله او زنبيا ان شاء الله يعني انا بافضل زنبيا عن الكونغو الكونغو دي سابرا هو مدير فني ريخم جدا وكونغو منتخب واقف على رجلية يعني الموضوع الطاقس والجو وكلام ده مش فارق معاه خالص لو صعدنا لدور التمانية هنلاعب الفايز من غينية وغينية الاستوائية وغينية كونكني من غينية الاستوائية وغينية كونكني في دور التمانية طب لو فوزنا هنقابل بقى المسارى اللي هو بتاع ايه السنغال وقد في باربو كنت قابل السنغال لو قدفار صعدت تالت بعد ما نشوف النهاردة النتائج النهاردة عشان تالت المجموعة ايه اللي هو الاولى اللي هو ممكن يكون قدفار او او بركين يفاسه يعني لو قدفار صعدت تالت النهاردة هتلاعب السنغال طب لو ما صعدتش تالت اللي هيلاعب السنغال بركين يفاسه اه او مالي حال تصدرهم بقى المجموعة ايه قصة كلها فيها ايه التباس الماتشاط ان شاء الله يوم السبت بداية الماتشاط يوم الحد مطش مصر الساعة عشرة المغرب لو فازت النهاردة وتصدرت المجموعة وتونس فازت وبقت في الصدارة بعد مالي هيبقى أنا ممكن نشوف دربي قوي جدا ما بين المغرب وتونس في دور الستاشر يوم التلات اللي جاي يبقى ده كانت بانوراما رياضية معاكم في أبرز الأخبار الرياضية عن من هو بديل الشناء وعايز ألوكم إن كريستو العلاقة بينه وبين قدرة غالت خالص في معسكر الإمارات كولر بس قال له كريستو كلمة قال له باصي حتى لو تبصي غلط فخلاف كريستو مع كولر إنه هو ما بيباصيش لزميله لكن الموضوع ده تم حله هو العيب كواس جدا والأهل لازم يستفيد منه خلال الفترة اللي جاي شكرا جزيلا وكنت معاكم محمد سامي من صالة تحرير موقع مصر